ما تنسوش تعملوا سبسكرايب القناة واتفعالوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد ما تنسوش تعملوا سبسكرايب القناة واتفعالوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب واهالي طلبة السنوية العامة اللي عاملة مشاكل وعملة صادة صوت كبير جدا وصوتها بدأ يعلى 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 ويبدو نواصل لاعلى المستويات الا للدكتور طارق شوقي اللي بيطلع كل يوم قرار او اتنين او تلاتة جداد وغراب بيخلوكو كطلبة تستغبطو تستغربو ما انتوش عالفين انتو راحين فين ولا جايين من ايه عشان نخش في الموضوع على طوله زي ما هم اكتوب لك في العنوان ان فيه 17 قرار جديد بالفعل 17 قرار على هيئة تصريحات رصدها الزميل الصحفي المحترم الاستاذ احمد حافظ الصحفي بجريدة الاهرام ومحرر وزارة التربية والتعليم يعني على صلة مباشرة بالسيد الوزير الدكتور طارق شوقي تواصل اه مع الدكتور طارق شوقي وقال له اه تصريحات نشرها بشكل اه مباشر وحاسم اه ويعني مسير للجدل والاستغرام خاصة ان الطلبة منتظرين افضل من كده كتير المشكلة ان الدكتور طارق شوقي ما اكلمش بس عن ازمة السنة العامة لا هو دخل فيه اكتر من موضوع اه على اعتبار ان السنة العامة جزء من اه دور اه وزارة التربية والتعليم مش الكل وبالتالي في حقوق اخرى اه لطلاب اخرين من حقهم اه يعرفوا قرارات وزيرهم ويشوفوها اه واجب التنويه ان السيد الوزير اه بيتعامل مع العملية التعليمية بين الطلاب بشكل ما اه فيها نوع من الخشونة والطلبة بتتعامل مع الوزير على انهم متهضين ومظلمين اه ويبدو ان الطرفين كل واحد متمسك برأيه عشان ما طولش عليكم واخش على طول في الموضوع اه الوزير عمل اه تصريحات قالها للزميل الصحفي الاستاذ احمد حافظ في جديدة الاهرام زي ما قلتلكم اه اول حاجة الوزير اتكلم في فكرة اه زي ما انا طبعا هقرلكم اللي الزميل ايله بالزبط يعني لا هضيف ولا هقلل لكن انا حاول اعقب بس هشرح بس الزميل الصحفي الاستاذ احمد اه حافظ اه يقصد اه الوزير اه مع احمد قال اه لا صحة لدراسة وزارة التربية والتعليم مقترحا لاستبدال المواد التي لا تضاف للمجموع بمشروع اه في السنوية العامة بمشروعات بحسية للتخفيف على كاهل الطلاب يعني بمنتهى الوضوح اه بعض الطلاب قالوا له يا سيدنا طيب احنا تعبنين والظروف وكورونا والمشاكل والحاجات اللي كل الناس عارفها دي دينا فرصة ان احنا بعض المواد اللي ما تضافش للمجموع زي الاحصى زي الدين زي الحاجات اللي دي دي نقدمها مشروعات بحسية زي ما الطلبة اه بتوع جامعات عملوها زي ما اه اه تانية سنوية عملتها واعدادي اللي هي الحاجات اللي زي دي طب ما نقدم يا سيدي اه بحس وخلاص وعشرات بل مئات الجامعات على مستوى اه مصر والعالم عملت الاجراء ده فالوزير بمنتهى البساطة قال لهم لأ ده مش هيحصل طب ليه لان ده بيصطدم اه بالقانون وده طبعا كان مفاجئ بصراحة لي انا كمتابع او كصحفي وبالنسبة اه لطلبة كتير من السلام العامة لان الرفض اه هنا الوزير اه قال مصطدم بالقانون قانون السلام العامة القانون ممكن مجل الشعب يغيره يعني الفكرة حصر ده على على فكرة القانون القانون بتغير القانون اصلا موجود ومعمول بتغير على حسب اه معطيات الشارع و و و ورغبة الناس والظروف الملأمة فضلا عن حاجة اسمها القوة القاهرة تكلم عنها المحامي اللي كان بيتولى فكرة الدفاع عن اه اه طلبة التأجيل والراغبين في التأجيل فانا اسرار للوزير على الحياة النقطة دي انا انا مش فاهمها وليه هو ملاجأش المجل الشعب يقولوا عدل القانون بحيس اه نعمل مشروعات بحصية او نلغيها يعني مادة مش هتضاف للمجموع ايه فايت ان انا امتحنها يعني طيب اه القرار رقم اتنين او التصريح رقم اتنين اللي قاله للزميل اه المحترم احمد اه حافز اه احمد بيكتب بيقول لا صحة لصدور قرار وزاري قريبا بفصل وتحويل طلاب المدارس الخاصة الذين لم يدفعوا المصروفات خلال توقف الدراسة لمدارس حكومية يعني بوضوع بيقول ان ما فيش قرار صدر من الوزارة بتحويل الطلاب اللي ما دفعوش في الرسوم او المصاريف للمدارس الخاصة لمدارس اه حكومية وده طبعا مراعاة للظروف والامور اللي احنا بنتعرض لها كلنا بسبب فيروس كورونا المستجد ربنا يحفظنا منه. اه البند رقم تلاتة ده مهم جدا. اه مهم فعلا لان اه كتير من الطلبة اه كانوا روجوه كلموا عنه وهنعمل لهم فيديو مخصوص نتكلب على الفكرة دي وبصراحة فكرة جديدة ومبتكرة انا يعني ما سمعتش عنها قبل كده. قال بمنتهى الوضوح لا صحة لاتجاه الوزارة لعقد دور ثالث لطلاب السنوية العامة مراعاة لظروف جائحة كورونا. يعني ما فيش حاجة اسمها امتحان دور ثالث. يعني احنا عارفين طبعا ان هو اول امتحان ده بيبقى الاصل بقى يكافي دور ثاني لو واحد اللي قدر الله تعرض اه سقط او ما نجحش او الظروف الحالية خلاته ما يكملش امتحانات فقال لك لعرفش حاجة اسمها دور ثالث. وبصراحة المقترح ده اه يعني اه غريب شوية بس كان المقترد اللي الوزارة برضو تنظر له بعين الاعتبار باعتبار برضو ان اللي احنا فيه مش طبيعي. يعني ازا 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 كان الاقتراح مش طبيعي برضو اللي احنا فيه مش طبيعي. طيب. الوزير مصر ومصمم على في البند رقم اربعة لتأجيل لموعد اه امتحانات سنة العامة عن واحد وعشرين اه يونيو. لان اي تأجيل معناه ان تبدأ الدراسة العام المقبل في شهر احداشر وده طبعا اه مستحيل من وجهة نظر الوزير. واتكلم فيه كتير مع ان الطلبة كتير جدا قالوا يا سات الوزير فيه الف مقترح غير كده زي القدرات زي التأجيل لشهر تسعة ونشوف بس هو الوزير اه عنده اه متمسك بالموعد ده وشايف ان ده افضل الحلول في في تلك الظروف والوزير كمان بيتعامل مع الموضوع ان هو عنده مشاكل اخرى جوا الوزارة وعنده مدرسين وعنده مصابين وعنده 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 اه وعنده اه طلبة اه مدارس فنية وعنده حاجات كتيرة قوي تدفعه ان هو يخاف من التأجيل لانه كمان محدش عارف امتى اه جائحة اه كورونا دي هتخلص طيب عدد الطلاب في كل لجنة من اتناشر الى اربعتاشر طالب وده مكرر معروف بين الطالب وزميله داخل اللجنة اتنين متر اه ده طبعا لو العدد اربعتاشر هيبقى المسافة كويسة اه بند رقم سبعة ده اللي كويس جميع الطلاب قبل ما يدخلوا اللجنة هيقيسوا الحرارة ويتسلم كل طالب كما ما مجنا ويتم تعقيمه بالكحول اه التخوف هنا مش من اه صدق اه سيد وزير التعليم او لا احنا هنفترض طبعا ان هو صادق وهو طبعا خايف على اولادنا الطلبة لكن المشكلة في ان احنا متعودين ان الامور دي ما بتبقاش مش سهلة اوي ولا اه تعقيمها سهلة اوي ولا بتظبط اوي فمش مشكلة فبنحول يعني ان ده يكون فيها اتمام اكبر لان فكرة الكحول اصلا مشكوك فيها والكمامات والحاجات دي فيارب يا رب يا رب يا رب الدولة تقدر توفر ده وولادنا يتحافظ عليهم بشكل اكبر سيارة اسعاف وطبيب في كل اللجنة يعني طبيب في كل اللجنة مشكوك ان التصريح ده يكون سليم صعب جدا 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 في كل اللجنة اعطي اصد كل مدرسة ممكن او رفت عزل الصحي في كل لجنة اكيد في اصد في كل مدرسة يعني لجنة المدرسة تعتبر لجنة يعني تعقيم اللجان قبل وبعد انتهاء الامتحانات وده الحق للطالب ده بنده عشرة بنده احداشر اي طالب عنده شك في الاعراض مش هيمتحن وهيدخل الدور التاني بدرجة كاملة الفرضية ديت انا هفترض ان هي سليمة وانا عارف الوزير صرح بها اكتر من مرة مع كزا زميل اعلامي وصحفي طيما هو بالحالة ديت اه كل طالب يقول لك انا انا تعبان انا مصدى انا انا وفضلا ان فيه توهم للمرض متفشي وموجود فعلا من حق الناس تتخوف من ده في ظل الظروف اللي احنا فيه اي طالب في منطقة عزل صحي او حجل صحي مش هيمتحن وهيدخل دور تاني بدرجة كاملة اه ده برضو فرضية طرحت قبل كده وهي فرضية مخيفة يعني طيب انت بتتكلم مسلا على القرى اللي بحصل فيها عزل طيب السادة مسلا اللي عايشين في حتة زي انبابة والجيزة والحتة اللي زي دي اه دي بيبقى فيها ناس بس مش معزولين بالشكل العزل لان طبعا اه قاهرة وجيزة وكده اه طبيعتهم الجغرافية غير الطبائع الجغرافية في اماكن تانية فدي برضو نقطة مش مفهوم اي طالب عنده اقارب من الدرجة الاولى اه في منزله مصابين بكورونا مش هيدخل الامتحان وهيدخل دور تاني بدرجة كاملة اه الدرجة الاولى يعني الاب والام اه اعتقد الوزير يصد والدرجة تانية كمان يا الاخ يعني في التعريف الشرعي والقانوني للدرجة الاولى هو الاب والام والابناء والازواج اه فهو كمان يصد درجة تانية اللي هي الاخوات الاخوات درجة تانية مش درجة اولى هو اكيد يصد يعني اي حد مصاب في بيتك اخوك اختك والدتك والدك اكيد اه هتعفى من اداء الامتحانات اي طالب عايز يقجل الامتحان السنة الجاية مطلوب منه يروح الادارة التعليمية يقدم طلب بالتأجيل ويسلم رقم رقم جلوسه عشان ما تتحسبش السنة دي سنة رسوب البند ده من اهم البنود اه البند ده من اهم البنود اه اي طالب هيعاوز يأجل والسنة الجاية يروح يسلم وفي الادارة التعليمية سلم رقم جلوسه عشان ما تتحسبش اه سنة رسوب والبند ده مهم جدا 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 يعني بند رقم تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر اه بدي رقم تلاتاشر يعني اه مهم جدا طيب اه ده يمكن اهم بند فيه البند اربعتاشر اي طالب هيتأجل الامتحان المقبل هيمتحن بنظام الامتحانات الجديدة زي الامتحانات اللي بمتحنها طالب اه التابلت اسئلة اه فهم بس هيمنتحن ورقي. آه يعني هو اي طالب هيتأجله الامتحان السنة الجديدة هيمنتحن بنظام التابلت اللي مقرر على السنة الجديدة. السنة دي اخر سنوية عامة اه اخر سنة في سنوية البوكلت يعني اللي هيعدي السنة مش هيمنتحن تلك. تمام. دي مفهومة بالنسبة لطلاب السنوي البند الأخير بيقول في مجلس الوزراء اعتمد خطة الدولة لتأمين السنوية يعني لا نية لتأجيل الدراسة الموضوع محسوم مهما كانت الضغوط على وزير التعليم فالقرار ليس قرار لأن السنة العامة قرار دولة وليس قرار وزير أتمنى أن أكون قدر تفيدكم في الفيديو ده وشرحنا لكم كل المواطيات الخاصة بعملية 17 قرار جديد اللي هم بعضهم جديد وبعضهم قديم بس محتوين في فيديو واحد وفيه خبر واحد ونكون وفقنا في عرض دخل ما تنسوش طبعا تعملو لنا سبسكرايب للقناة وادعمونا علشان يعني نوصلكم كل جديد ما تنسوش تعملو سبسكرايب القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلوكم كل جديد ما تنسوش تعملوا سبسكرايب القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد